أخوتي وأخوات الأعزاء توجد هناك أحاديث ثابتة ومحكمة لا تقبل التغيير ولا التأويل ولا حتى القول عنها أنها جاءت تقية أو مدارات أو مجارات مثل حديث الإمامة قول رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا يعني هم أئمة ما عندك شك صح؟ يعني إذا حكموا أو لم يحكموا فهم إمامين صحيح لو مصحيح؟ صحيح؟ رحم الله والديك وإذا قاموا للجهاد أو لم يقوموا بالجهاد هم إمامين صحيح؟ صحيح رحم الله والديك وإذا استشهدوا بهذه الطريقة أو لا فهم إمامين صحيح؟ يعني أفرض أن الإمام الحسين سلام الله عليه مات بالسم كباقي الأئمة فهل هو إمام أو لا رح تقول طبعا إمام رحم الله والديك كذلك بقية الأئمة من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وعليهم ومثل ما تعرفون منهم من مات بالسم ومنهم من قتل بالسيف كأمير المؤمنين سلام الله عليه أو الإمام الحسين سلام الله عليه أو الزهراء سلام الله عليها فأنت عندك مشكلة إذا الإمام الحسين سلام الله عليه مات بالسم أو مات بغيره كذلك بقية الأئمة عندك مشكلة بالإمامة يعني دخل عندك الإمامة تقول لا هذا مو إمام ولازم يموت بالسيف وهذا لازم يموت بالسم يعني أنت عندك مشكلة ما عندك مشكلة مو رحم الله والديك يعني ما عندك أي مشكلة إذا المعصومين سلام الله عليهم ماتوا بهذه الطريقة أو بغيرها فهم أئمة صحيح؟ صحيح رحم الله وردك ولكن يبدو أن الشيخ واثق الشمري عنده مشكلة في هذا الفهم فهو عنده الإمامة حسب الإبتلاق وتفضل واسمع إمام الزمان قتل ممثل الله في أرضه قتل وبمقدار تقطيعه أعطى مقام الإمامة لازم ما يموت موت عادية لأنه هذه مقامات الإمامة وبمقدار تقطيعه أعطى مقام الإمامة ولازم ما يموت متعادية هذه مقامات الإمامة يعني يريد يقول واثق الشمري لو لم يتقطع الحسين سلام الله عليه لم يصل إلى مقامات الإمامة زيان وهنا نطرح سؤال الإمام الحسن سلام الله عليه أفضل منه ولم يتقطع وهسا واحد راح يطلع ويقول لا اتقطع كبده أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يتقطع يعني هو مو إمام بل رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من الحسين وأعظم من أمير المؤمنين والزهراء والحسن سلام الله عليهم ولم يتقطع فهل وصل إلى مرتبة الإمامة بقولك أيها الشمري وقل على طريقته إخباري لا تكن غبي وتتبع كل أقوال الشمري واتبع الإمام صادق القول إياك إياك ثم إياك أن تنصب رجلا دون الحج فتصدقه في كل ما قال مجال